منجيب أربعة كيلو بيتنجان وكوسة أول شي منقيم تاج البيتنجان ومنحفر البيتنجان كتير منيح هيك لازم تنحثر وهي السماكة المطلوبة وبالنسبة للكوسة منقيم راسة ومنقيم دنبة وكمان منحفر الكوسة لحتى نوصل للسماكة المطلوبة ومنجيب مقلايتنا بندلق عليها كمية وفيرة من زيت الزيتون بس حمي زيت الزيتون عندي شوي بنزع عليه بصلتين مفرومين ناعم وبقلي بالبصلة لحتى الدبل شوي بس دبلة البصلة بقلي معها معلقة كبيرة من دبس البندورة بعد شغلة ثلاث دقايق بضيف عليهم أربع بندورايات مفرومين عن ناعم وهلأ بس تعقدوا عنها شوي بطفي الغاز عليهم وبتركهم لحتى يبردوا هلأ منجيب رز مصري حبة أصيرة مقسول كتير منيح وهلأ منملح الرزات مو مش هنشيبش صحتك يا غالي ضيف عليهم نص معلقة كبيرة من الفلفل الأسود وبرش عليهم رشة صغيرة من القهوة طبعا بإمكانكم استخدام القهوة التركية اللي هي القهوة السادة وبإمكانكم استخدام القهوة السورية اللي هي قهوة سادة مخلوطة مع شوية هيل وهذا أنا اللي استخدمتم من سأسون بشوية دبس رمان وبعطيها عصرة ليمون اللي بيحب الحموضة الزايدة وبس بردة الحشوة اللي عملناها تماما بنزلها فوق الرزات طبعا البقدونس المفروم ناعم هو أساسي باليالنجي وبحط لهم شوية نعنع أخضر مفروم ناعم وزا عنكم نعنع يا بس كمان بيمشي الحال طبعا هاي هي كل الحشوة اللي عنا وبإمكانكم نضيفوا للجوز أو الفليفلي أو الشطة أو السماء أو حتى الببريكة المدخلة لكن أنا بحبها بهاي البساطة بتطلع كتير طيبة ومنقلبهم مع بعض كتير منيح طبعا الرز أنا غسلت الغسل ما ناعته مثل ما قلت لكم وساب له الشي بدي الرز يكتسب كل النكهات الجميلة من هالمكونات اللي حطيناها معه منجيب وراء عنب ظريف ومنحطه جواد زبدية وهلأ بجيب موية صخنة وبغمرهم فيها انشان نغسنهم من المحلول الملحي اللي كانوا فيه منجيب وراء العنب ومنفرده كتير منيح ومنسمي بلاه ومنبدأ نحطوله شوي من الحشوة طبعا حشوة اليالنجي لازم تكون أكتر من حشوة اليبرأ بشوي هلأ منسمي بلاه بدنا نلفها منيجي من الأوراق الخلفية هيك منمسكها بهذا الشكل ومنشدة عليها شوي هلأ منيجي من الجوانب وكمان منكفة كتير منيح ياغوالي متل ما انتم شايفين لازم تنتكفة كتير منيح حشان ما تطلع الحشوة وهلأ منلفها بهذا الشكل شوفوا يا سلام يا سلام هيك لازم يطلع معكم منظر اليبرأ بالنسبة للكوسة والبيتنجان لازم نحشيهم لعندهم نوس وبعدين منسكر هيك عليهم بأصبعتنا ومنهزهم هزن شان يرتاحوا الرزات وهلأ منجيب الطنجرة اللي عنها ومنحطنا كم وحدة من حبات وراء العنب مفرودين بهذا الشكل ومنحط بطاطا مقطعة شرحات فيه ناس بتحب تضيف الجزر وهي بترجع حسب الرغبة ومنرس وراء العنب رس وآخر شي منصف الكوسة والبيتنجان وعلى السريع منجيب تقلة ومنحطها عليهم وبنتركهم على الجنب شوي جيب بريء من الموي وحط لها معلقة كبيرة من دبس البنادورة وبحط لهم كمية كويسة من دبس الرمان ومنزبط ملحاتهم ومنحرقهم مع بعض كتير منيح طبعا بهاي المرحلة بإمكانكم إضافة التمر هندي لكن هاي بترجع حسب الرغبة وهلأ منحط كمية وفيرة من زيت الزيتون وزيت الزيتون لازم يكون ظريف مننزل المحلول اللي عملناه فوق اليالنجي نضف لها مويلة حتى يغمرها وهلأ منحطها على الغاز بتركها على النار متوسطة بتاخد من ساعة لساعة ونص من وقت ما تبلش تغلي بعد ما مر عليها ساعة عالتمام هلأ بسمي بالله بنزع عليهم عصير الليمون وبتركهم شغلة 20 ل30 دقيقة طبعا بيمكانكم إضافة عصير الليمون من البداية لكن أنا وضفته آخر شيء شان نتأكده أن الحموضة عنه متوازنة وهلأ صلي مطفي النار على اليالنجي شغلة العشر دائم ومشان شي مشان ترتح له شوي وهلأ بسمي بالله وبصفيها من المرأة الزايدة بعد ما صفيناها كتير من يحمي المرأة الزايدة بسمي بالله بجيب صينية عليها هيك وبسمي بالله وبقلبها بهذا الشكل يا غوالي بنسمي بالله وبنرفع عليها بهذا الشكل طلعوا لي على هالمنظر يا سلام يا سلام هذا المنظر مشان صحتكم يا غوالي يا سلام هلأ أربولي لهون يا غوالي وشوفولي على هالمنظر بسم الله ما شاء الله تطلعوا لي على يالنجي هالكوسة والبيتنجان وكمان اليبرأ هلأ منمسك هكي يبرأة ويتطلعوا لي على هالمنظر يا سلام يا سلام هلأ شو بدأنا نعمل هي ما بتتكع هالئمتين هي لازم تنزل تزلط منقول بسم الله يكري ومندو شو هاليا لنجي هاليا يا غوالي يا الله وكيلكم حامض ومستوي ومنهنح على الآخر هلأ صار الوقت إن شان نختبر الكوساية شوفوا لي على هل منظر شوفوا على هل الكوساية بسم الله ما شاء الله وصلوا على النبي هلأ بنقول بسم الله يا كريم ومندوق بسم الله وهلأ اطلعوا لي على جميلة الجميلات البيتنجان يا خانوم شوف على هالمنظر بسم الله ما شاء الله وهلأ بنقول بسم الله يا كريم ومندوق بسم الله دايماً بنعمل اليالا نجيب وراء العنب لكن بالكوسة والبيتنجان غير شكل ومشان صحتكم يا غوالي بسم الله يا كريم